الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفسير والإجماد تقديرا وتدبيرا المتعالي بأظمته الذي نزل الفرقان على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَاءُ لِبَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرْتَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدَنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرْتَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجَرٌ كَبِيرًا حَصْتُّ بَعَمَا صَالَهُمْ أَمْ أَطَبُّكَمْ سَعَمْ أَطَبَذْكَمْ عَلًا 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 مَأَطَبْكَمْ عَلًا عَلَّ الْصَحْتُحْتُ بِالَوَعًا عَلَّهَ مَمْ أَقْبَثُ مَمْ أَقْبُّكَمْ عَلًا التي تطلقها وهذا الغنفت هنا؟ نعم انت تطلقها انت انت تطلقها انت تطلقها انت تطلقها انا التي حيث اشتركوا في القناة فَعَمَّ الَّذِينَ فِي كُلُّوا بِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتِنَةٍ وَابْتِغَاءَ التَّعْوِيدِ وَالرَّاسِهُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلًّا مِنْ إِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزَكَرُوا إِلَّا أُولُّ الْعَلْبَابِ أَحْمُدْهُ عَلَى هُلَى وَالتَّيْسِيرِ أَسْبَابِ وَأَشْهَرُ عَلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ مَحْنَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ هَلَكَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لِإِبَادَتِي وَإِلَيْهِ مَرْجُؤُ وَالْمَآبُ فَيُجَازِ كُلًّا بِأَمَلِهِ إِمَّا إِلَى نَجَاهٍ وَفَلَاهٍ اَوْ إِلَى حَسَارٍ وَتَبَابِ وَأَشْهَرُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ بَعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ وَهُجَّةً عَلَى الْحَلْقِ أَجْمَئِينَ صلى الله تعالى عليه وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَكُلُّ مَنْ تَمَسَكَ بِسُنَّتِهِ وَهَكَمَ بِشَرِيَةِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ سُبْخَانَكَ اللَّهُمَّا لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَقِّمُ وَبَعْدِ السلام عليكم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا السلام عليكم السلام عليكم يوراناً أَسَبَرْ أَيَا غَوَتَنْ رَبِئِ الْاَوَلِ سِيْكَرَا تَدُّبُونَ أَيَا دَنَلِيُهُدُوْ دَشِيْكَرَا أَرْبَئِينَ دَبِيَا وَنْدِي دَاشِدَا شَاشِدَا غَوَتَنْ تَرَا سِيْكَرَا تَدُّبُوبِيو سِيْكَرَا إِشْرِينَ دَبُكُ أَلَّا دَغَنِنْ دَامَنْ سَدَيُوْكُنْ سَا يَاسَاكِ حَدْوَادَ مُ أَجْكِمُونَ مَسَلَّةِ مَيَا الْبَرْكَى مَسْجِدِ التَّقْوَى أَجْكِنْ غَرِنْ أَمِرْكَا نِيوْكُمَا مُنَا أُنْغُوَنْ بُرُكِلِنْ وَاللِكِ مُنَا رُقُونَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبِنْ دَامُ فَأْلِي أَجْكِلُوكَ چِيْكَنًا مُنَا رُقُونَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَسَا الْبَرْكَى بسم الله The Shaykh after giving After praising Allah subhanahu wa ta'ala and giving salutations and blessings to the Prophet sallallahu alaihi wa sallam He sent his greetings, greetings of Islam Assalamu alaikum wa rahmatullah and he said we are here in this masjid, Masjid Taqwa on this day the first day of Rabiul Awal on the Islamic calendar and also on this Saturday the date of today that we are witnessing this event I'm not gonna be able to say exactly what the Shaykh is saying because the wisdom and everything that's in his speech I would not be able to give even a little bit of it but I'm just gonna attempt to just so that you understand I'm not gonna be able to say anything I'm not gonna be able to say anything The Shaykh said there is a saying by the Arabs that history repeats itself and it has been ten years since the Shaykh was here and alhamdulillah history is repeating itself and he's here again in this masjid He said we have a short time and the reminder and the reminder is not gonna be a lot but the benefit is, you know, humongous so we should pay attention we should focus to the lesson and make sure we are able to benefit something from what he's gonna share He said there was a time when Imam Sufiyana Thawri he went and he witnessed Imam Ja'far he was giving his son advice and he was so impressed so he asked the Imam to also give him advice so he said the lesson today is gonna be based on the advice that Imam Ja'far gave to Sufiyana Thawri so insha'Allah this is gonna be the lesson of today Imam Ja'far says So he said first he's gonna give him advice but he's not gonna give him a long advice he's gonna give him a very short advice because if he speaks too much if the advice is too long he's not gonna benefit from it so the advice is gonna be short and swift we're gonna give him a long advice he says and he said فا أحببت بقاءها قم اكنا صعوة لننئمن يسورك لقالي فا أكسر عليها من الحمدي والشكر علي قيو ايتي وعلا حمدلا كانا كمي وعلا قوديا قلت بأن الأولى هو أن عندما الله عزيزه مع شيء لأنه لديه عزيزة وعلا قلت بأنه لديه عزيزة يجب أن يشعر الله ويجب أن يكون من أجل من يشعر لأزيدنكم تبصنا عرامك أما ولا إن كفرتم أما إذن نيمك نئما إن كبتر إن أذابي لشديد أذابنا ينادي ردئي على نتاشة الكيامة قلت بأنه لديه عزيزة قلت بأنه لديه عزيزة وأنك لديه عزيزة لديه عزيزة قلت بأنه لديه عزيزة قلت بأنه لديه عزيزة وأنه لديه عزيزة لديه عزيزة لا يوجد فيها لا يوجد فيها ، ثم يجب عليك أن تقرأ في أسفل من الله سبحانه وتعالى. أبن الله سبحانه وتعالى ، قلت في سورة النوح ، آية نترى ، فَكُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ الْمِجِرَارًا وَيُمْجِدِكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيُ��َكُمْ جَنَّاتٍ وَيُنَكُمْ عَنَهَارًا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ جَمَعَامْ مُيَوَيْتَنِي مَنْ غَفَّارًا زُواَقَ عَلَّا سُمْحَانَهُ وَتَعَلَا إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا عَلَّا مِيْغَافَارًا إِدًا مُكَنَ إِمِيْغَافَارًا عَوَلًا عَلَّا زَيْغَفَارْتَامَنَةً إذا الله يغفر تامنا يرسل السماء عليكم المدرارة الله يزبو منا دروادة كسما زبوة ويمددكم بأموال الله يدد مكو عزكي وبنين يباوك يا رمسوة الباركة ويجعل لكم جنة الله يبلغوني كونكو يرينك زبوة يرينك سئلة ويجعل لكم عنهار الله يبلغوني كونكو يرينك تشكادر وصوركون كونكو موغا على سعى اللي غانا لما لكم he said the reason why he said to increase in seeking forgiveness is that Allah subhanahu wa ta'ala he mentioned in surah nuh he said to keep seeking forgiveness he Allah indeed he is the most forgiving and when you seek forgiveness Allah open doors of goodness for you Allah will send down the rain and that rain will cause the vegetation to grow and Allah will increase you in wealth and children and Allah will open meaning your vegetation your crops to grow so that you could profit so basically your businesses will flourish ناوكو سيتي يا سفيانو اذا هذبك العمر من السلطان أو غيري فااكسر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مفتاغ الفرج وقنز من كنوز الجنة ناوكو سيدي وقنز من كذبك العامر بسيئة المفتاغ الفرج مفتاغ الفرج مبومن السمور مبومن السمور مبومن السمور primeiro الأسمر من كنوز الجنة تسكني تسكني جدان لجانة يقول الثالث هو أن عندما يوجد بينهما و أي شخص عندما يوجد موضوع ما أيضا يجب أن يتكلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يقول يقول لا يوجد يقول لا يوجد لا يوجد و أي شخص يمكن أن يتكلم الله سبحانه وتعالى يقول هذا هو مفتاح يتكلم و أيضا هو أحد من المشاكل من المشاكل سبحانه وتعالى أبو ательно إن لم يتطلق اصدقال كتائك اصدقсон انه قلت عن أفضل تعالجنا من هذا الفشر انه قلت المذيق ، أحد auch الوفؤون إن أبت. أنت صاح إذا كان اللولف Rajan Khاضado و pawsفت فعكسر إذاً الله يمكنك نئمة كنص النئمة يتبت فعكسر عليها من الحمد والشكر علي لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإستعدان ربكم لإن شكرتم لعزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد يا سفيانو إذا استطعت الرزق فعكسر من الاستغفار إذا أرزكي يتبرق علي أمريكا قوميا يمكا قرفي لبنكو يتجي استغفاري بمعالتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان ذفارا يرسل السماء عليكم المدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنخارة نوكسيتي يا سفيانو إذا هزبق العمر من السلطان أو غيره فعكسر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مفتاح الفرج وكان ظل من قنوز لجنة سلاسا عقلها قد أعوك نن بروكلي مدن التقوة وليكو قد أعوك نيايشا إذا مكتشي دامو وعناكم بذاكو حمفان بذاكو فهمت سيسا نعجل قد أعوك كوها قايا 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 سيسا إذا أعطي الله عليك بالنعمة إنها أشهر بانه 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 انهاء لمساهم وانه كانت مذنب سوف يستمر فإنه من الضبايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنع 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 ان شاء الله when he goes he's going to ask Allah then on his way he met another man and the man approached him and he said to Musa when you go to speak to Allah inform Allah that Allah has blessed me with a lot of wealth and it's too much for me I cannot handle it so he will wish that Allah will stop his provision for him موسيقى 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 موسى موسيقى 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 الله قال'T say that bad attitude, that bad character that you had is you being envious of people. So the man he acknowledged that he is one of the people who envies so he was informed by Musa haven't done it good that he is gonna stop being envious of people that are lots of A интерес ila will start blessing him with wealth, and then he stopped this attitude ومن الناس و ثم الله سبحانه وتعالى افتحه للمساعدة للمساعدة So he said, he informed him, he said that envy, it blocks provision So basically the sheikh he said, if you want the provision from Allah سبحانه وتعالى If you want Allah to bless you with wealth, the first thing you have to avoid being envious of people Stop looking at what Allah has given other people Either if it's children, either if it's wealth, either if it's knowledge Whatever it is of goodness that Allah has given people, do not envy And Allah will give you yours because Allah has also written for you your provision Amin So So as for the second man, when Musa alayhi salam went to him, he wanted to know what was said about him And then he was told that Allah سبحانه وتعالى said He is a grateful person, he is always thankful to Allah سبحانه وتعالى for his blessing So Allah سبحانه وتعالى has said, the day that he is going to stop thanking him Is going to be the day that he is going to stop receiving his wealth And then he said, he can never stop, you know, being grateful Because of course, being grateful to Allah سبحانه وتعالى is also an act of worship So he will never stop doing that But not for the increase of wealth But it is because, it is something that is dear to Allah سبحانه وتعالى جماعة نئمن الله ديواني بامو يمويل السافي سبحانه وتعالى نئمن الله ديواني بامو يمويل السافي مدوبة سورة الإبراهيم ديدي آية نتالاتند داية الله الذي خلق السماوات والعرض وأنزل من السمااء ماعن فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنحار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمو وإنت أدو نئمت الله نئمت الله لا تهسوها إن لإنسان لزلوم القفار نئم ومن الله إموكا تعدام زونا عج كما صلى الله صحينا مويل السافي نئمن الله لا تهسوها نئم ومن الله إموكا تعدام زونا سبحانه وتعالى how he has created the heavens and earth and how he has made a lot of favors to jump to the conclusion of the verse and الله سبحانه وتعالى if you were to count the favors of Allah the blessings of Allah you will not be able to do it but indeed a man is somebody who is like a transgressor توز الله سبحانه وتعالى جماعا نئم ومن الله ديواني أما نذكرو نذكرو الرؤوس النعم بامو دلوكا چي سيسادامو كاو چكين نئم ومن وإندكي غباء وإندسكي درجة چكين نئم ومن الله نفرقو نئمت الإسلام والإيمان نئم مسلن تإيماني جماعا مغودي وعلى يا مايد موم مسلومي موب با مبوتاñ با مبوتان كبرية با مبوتان إتاة با مبوتان واليية مغودي وعلى يا مايد وَنَّمَّا وَقُولِ نِئِمَانِ نِئِمَنْ لَبَا تَقَارِ وَنِئِمَةُ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانِ أَلَّا كَارَمُنِ إِيمَانِ So he said we're gonna talk about some few blessings and favors of Allah subhanahu wa ta'ala but he said we should talk about the head of it, the lead of it he said and that is the blessing and favor of Islam and faith, meaning you know submission to Allah subhanahu wa ta'ala this religion and also the iman, the faith that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with he said we should be among the people who are grateful we should be grateful that we came in the ummah of the Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and we should be thankful of the creed that we have, we do not worship idols, we're not among the Jews and the Christians we're not among those who worship idols and we're not among those who worship people and like the scholars and other people that we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for the favors and blessings of Islam He said we will be thankful for Allah that we are grateful for Allah that we are grateful for Allah it is this we have a grateful for your to Allah we know that we will support سبحانه وتعالى 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 الحمد لله اللذي فضلني على كثير من عباده والحمد لله الشيخ وانا يتمبشي م突ا كيروانات إسمع كما كان تشوكا قولي وعلا معلا يا مكا يقول إننا قولي وعلا يا ميدني مسلمي بميدني كافر so he said the one who overheard the other person supplicating to الله سبحانه وتعالى being grateful he went to find out who was that person when he reached to that person he noticed the person who was making the supplication he is blind and he has no hands and he has no legs so basically he was disabled crippled so he said to the person he asked him so what has Allah done for you that you are grateful to him so the person he said to him he said alhamdulillah Allah has made him a Muslim and Allah has not made him among those people who are disbelievers and that is enough for him to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala ina Allah mayda kay musulmi aciyaka mataka godi wa Allah ina Allah mayda kay musulmi ka godi wa Allah di iri ni'man da'ala imaka mudu backin suratul baqara وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَ وَلَقَدْ استَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ إِذْ قَالَ لَكُوْ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأُسْحَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِهِ وَيَعْقُوبِ يا بني إِنَّ اللَّهَ أَسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ أَسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ النبي إِبْرَاهِيمَ يَاتَارَ إِيَنْسَ يَاتَارَ جِيقُوْكِنْسَ تَسَأَلَّا ومن يرغب عن ملاة إبراهيم إلا من صفح النفس ولقد استفائناه في الدنيا وإنه في الآخرة للمنى الصلاة إذ قال له ربه أسلم الله أسلم أسلم عن نبي إبراهيم إن أنت أسلم معنى سرندة أوبئ أسلم مقوياً كدعال أسلم لرب العالمين ووصابها إبراهيم بني النبي إبراهيم يمع أنسى نسيها وياقوب لأن النبي يقول إلا الله أستفى لكم الدين ألا يزعى أمكو الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كاكا يدكت إلى هرا باكنا جككك مسلمين ألا ككشمو جكك مسلمين أمين لذلك الشيخ قال في سورة بقرة الله سبحانه وتعالى يمع إبراهيم وإلا الله سبحانه وتعالى يحسن إبراهيم عليه السلام أن أدخذ أيضا لنسيح وإنسيح إلى الله سبحانه وتعالى وإبراهيم عليه السلام قلت لنا سبحانه وتعالى أتخذ لك وإبراهيم عليه السلام أفاقاً أفاقاً يعني أنهم لا يجب أن يجب أن يجب العالم إلا أنهم أطبال بالمسلم هذا هو نوعاً للمسلم الذي يقول أنه يجب أن يكون شعورًا أن يكون شعورًا أنه أن يكون شعورًا كما انك بالمسلم نئمة التسطور والإمحال نئمة نضاء الكلام في الولفع من أسيري يكمباموا لوككي ونانا تمي نئمة النأفر أصحى أصحى نهاية التسطور أصحى نهاية التسطور نهاية التسطور نهاية التسطور أصحى السلطور أصحى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله 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 نعم موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة والذين اذا فعلوا فاهشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا خاطungen اشتركوا في القناة وما لا تؤثر الانون ف أتمنى؟ لأنني لا أريد أن أتحدث عن بعضهم منكم ايه؟ 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 ترجمة نظر اقرأت شايخ ترجمة نظر اقرأت أقول الله سبحانه وتعالى قال مقلوم اضافة الله سبحانه وتعالى ويقول أنه محيطة من هذه المنطقة إلى المنطقة إلى المنطقة. قاله أنه يستطيع الناس الذين يتكلمون من الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأ القرآن فاستمئوا له وأنسيتوا لأألكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن فاستمئوا له وأنسيتوا لأألكم ترحمون. أقول القرآن فاستمئوا له وأنسيتوا لأألكم ترحمون. قرأ القرآن فاستمئوا له وأنسيتوا لأألكم ترحمون. The shaykh is saying when the Quran is being recited you should be silent you should be quiet and listen and pay attention. At least if you are not paying attention to benefit do not disturb other people please. Let's be mindful. اللَّذين يُنفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيز والآفين عن الناس. وَإِنْ دَسُكِي فِدَّ أَرْزِ كِنْسُ سُنَا دَشِي سُبَيْرَ وَإِنْ دَسُكِي دَشِيكَ أَنْسُبَيْرَ مَا سُحَئِيهُشِي مَا سُيَّافِي مُمُتَانِي لِفِنْدَ أَنْقَيْمُسُ اللَّهِ سَمُمُتَانِ عَلَى صُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَمِنْ So the Shaf is saying the verse continue who are these people that Allah subhanahu wa ta'ala he mentioned they hastened to the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the people who spend you know when they have it when Allah has given them and when Allah has threatened their wealth they spend and they also with all they control their anger towards people. When they are wronged they forgive whoever wronged them. He said let's be people who are forgiven towards one another. He said whoever you are people will wrong you people will do something that will displease you but whatever it is whatever is done to you be that person that is forgiving towards other people just pardon and forgive. تردد هذا نحن من قلالة حدث القدس أننا جوا أهل الذكر أهل مجالستي وأهل طاءتي أهل كرامتي وأهل الشكر أهل الزيادتي وأهل معسيتي لا أقنيتهم الرحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وأن لم يتوبوا فأنا الطبيبهم أبتليهم بالمصائب لأتخرهم من رحمتهم في رحمة الله. من الظنوب والمعاسي الله أكبر أهل تأتي أهل كرامتي وإنكي من بيايا سكي بوتا سوني وإنكي ألا نباسو كرامتي على نتاشع الكيامة نعم يقول في حديث قدسي الله سبحانه وتعالى يقول الناس الذين يؤمنه له هم الناس الذين الله ستعطي جنة الله سبحانه وتعالى على اليوم وآهل الشكر وإندكما سكي وآلتنين كوالين وآله ثاني وصف قال ايضا الذين تتكلم لبكاء الله سبحانه وتعالى يقدرون أنه سعطي لهم سببالها وآهل الذكر وإندكم سكي أنبتونني اللهم سبحانه وتعالى والذين الذين تتكلمون اللهم سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى is always with them الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ومن خلالها سبحانه وتعالى 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 سبحانته但ي سبحانه وتعالى شخصك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى So he said, whenever you're on your way and somebody asks you for money, either a dollar or two, he said, just take it, this is a reminder from Allah subhanahu wa ta'ala reminding you that you have something, he has blessed you with something that he deprives somebody from. Somebody has to beg fellow human being to get it and Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with, you should be willingly give to that person. He said, when you visit the hospital, you might notice somebody whose leg is amputated and then you look at yourself, you are healthy. You have your legs, both your legs, you're able to walk, you're able to talk, to do anything by yourself. And this person is laying there. Allah has deprived him from this something that we take for granted. So you should look at that and be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, when Allah bless you with wealth and then think about, remember those people who are poor, that Allah did not give to. He said, be somebody who is grateful to Allah subhanahu wa ta'ala because the favours and blessings of Allah take turns. It could be that today you have it and tomorrow you will be deprived from it. إذا جادة الدنيا عليك فجر بها على الناس واعلم أنها تتقلب. لا جود يفينيها إذا هي أكبالت ولا البخل يبقيها إذا هي تزهب. إذا جادة الدنيا عليك إلا الله يباك الدنيا فجر بها على الناس فجر بها على الناس واعلم أنها تتقلب لا جود يفنيها إذا هي أقبالة ولا البخل لا جود يفنيها لا فكر أنتعلى شيء لا يتعلم عبر إذا الكثير في سرياء على امرحل المسجد أو Evening أحتاج إلى السمير عندما يتعلم الواجهة يكون قبل أمر حودي لأنك أي شخص هناك ثم لا يمكن أن تخزي المسجد does not decrease wealth but as for being miser when you are when you are greedy and selfish and you withhold what Allah subhanahu wa ta'ala has given to you to yourself just know that that will not increase your wealth neither I mean he said he mentioned of the verse he said this is just like like a circle that goes around meaning today you receive the blessings of Allah tomorrow you are being tested you are put in trials you are in need and then the same way it turns back around and it keeps coming back around thuaq aqa mülduq aqa kana t musa latae hatta sakaha biqa as il-mawti saqiha amwaluna li dhavul miras najimaoha wa jooluna liqhirabi nihaa qamena madaini fil a-faq kad bunyata amsal الخرابة وأفنى الموت أهليها النفس تبكي على الدنيا فسألاتنا مولوك ملاقوك صبوة الدنيا قوة أن الله يوائي امركا كنازاك زاني عيكي ناكفتو زاني عيكي النفس تبكي على الدنيا وقال علمات أن السلامة فيها تركو ما فيها أبنى زيبالي كجدال الدنيا أبنى زيبالي كجدال الدنيا أبنى زيبالي كجدال الدنيا أبنى أبنى زيبالي كجدال الدنيا أبنى أبنى The shaykh said So the person, the human being is always occupied and busy with the dunia with the temporary pleasures of this dunia and then he said for you to have contentment is to stay away from chasing your desires of this dunia أبنى زيبالي كجدال الدنيا أبنى زيبالي كجدال الدنيا أبنى زيبالي كجدال الدنيا سورة نحن نكون هنا بحقنا except for the ones that we have built before our death اذا كانت يقولون في هذا المسجد الاثقوة او فيماً من فلسة الذين الموضوع الذين طلبوا جيبهمهم وهي الماء كي تستسلم الذي ستكون هناك فلسطن ึاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أما كما تدينه تدان أبدا كشوكا كشريش يامن بدنياهو اشتغل وغيراهو تولي العمل دونيا مناتارا ومناتارا 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 الموت يأتي بكتة والقبر صندوق أمني 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 the Shaikh is saying that people of this Mescid do whatever you feel like do as you please meaning whatever you will do it's gonna come the day that you're gonna stand in front of Allah and whatever you have done you're gonna be held accountable for that so you should focus on everything that you do in terms of sending goods for your own self because everything you're going to do that day is going to be presented to you as you have done it. تَكَرْشِنْدِي مَنْكَرْمَا بَفْرَانَ يَاكُومِ مُسْحَيَاكَنَا جَمَاءَ إِنْشَاءَ لَمُتَانِمْ مَجْدِ أَتَّقْوَى جَدَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ مُنَعْرُكُمْ اللَّهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى يَسَاقَ مُقُلْ عَلْقَيْرِ يَاكُومِ اللَّهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى continue to bless this mox. I think this is my last lecture. This great mox. يَاكُومِ اللَّهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى رُوَيْدُوا وَتَعَالَي رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةَ حَسَنَةً وَكِنَا عَضَابَ النَّارِ وَعَدِخِنَّا لِجَنَّةَ مَا الْأَبْرَالِ يَا أَزِيزِ يَا غَفَارِ يَا رَبُّ الْعَالِمِينَ اللَّهُ مَرَبَنَا اِجَعَلْ مُجْتَمَعَنَا هذا مُجْتَمَعَلْ مَرْقُومًا وَجَعَلْ تَفَرُّكَنَا بعده تَفَرُّكَ الْمَأْصُومَةَ وَلَا تَجَعَلْ فِينا وَلَا مِنَّا وَلَا مَعَنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَكْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنُ الْخَاسِرِينَ اللهم ربنا أعدِنَا حقّا وَرزُقُنَ اتِّبَاهِ وَعَلِنَا بَاطِلَا بَاطِلًا وَرزُقُنَا الْأَجْتِنَابَةِ اللهم ربنا أعلمنا مَا يَنفَوْنَا وَنفَعنا بما أَعلمتَنَا وَزِيدِنَا إِلْمًا مُفِكَرًا في الدينِ يَارَبُّ أَلِمِينَ اللهم ربنا أحدِينَا فِيمَانْهَدَّيْتِ وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِكَ لَنَا فِي مَا عَطَيْتِ وَكِنَا وَسِرْفَ عَنَّا شَرَّ مَا قَدَيْتِ فَإِنَّكَ تَقْدِي وَلَا يُقْدَ عَلَيْكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَدَيْتِ وَلَكَ الشُّكُرَ عَلَى مَا عَطَيْتِ نَسْتَقْفِرُكَ مِنْ جَمِيعِ الظُّنُوبُ وَلْحَتَاءُ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمْ رَبَّنَا يَفِلْ لِجَمِيعِ الْمَوْتَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحَدَانِيَةِ وَبِمُحَمَّدٍ بِرِسَالَةِ وَمَاتُوا عَلَى ذَٰلِكَ اللَّهُمْ رَبَّنَا يَفِلَّنَا وَرْحَمْنَا إِذَا سِرْنَا إِلَى مَا سَارُوا عَلَيْهِ اللَّهُمْ رَبَّنَا يَفِلَّنَا وَرْحَمْنَا إِذَا سِرْنَا إِلَى مَا سَارُوا عَلَيْهِ اللَّهُمْ رَبَّنَا يَرْخَمْنَا فُوكَ الْعَرْضِ وَجَعَلْ تَفَرُّكَنَا بَعَدَهُ تَفَرُّكَ الْمَأْسُومَةِ وَلَا تَجَعَلْ فِينا وَلَا مِنَّ وَلَا مَعَنَا شَكِيًّا وَلَا مَحْرُومًا رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَقَّنَّ وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ عَلَّمْ رَبَّنَا عَاتِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلُ وَالْفَذِيلَةُ وَجَرَجَةُ رَفِعَةُ الْعَالِيَةُ وَبَاسُوَا اللَّهُمْ مَقَامَ الْمَحَمُودَ الَّذِي وَأَتَّعِ النَّقِلَةُ فِي لُهُ الْمِعَادِ وَسَلُّ اللَّهُمْ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِ عَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّةِ عَمَّا يَسْفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدِ لِلَٰيْكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام عليكم وَالَيْكُ السَّلَامُ وَالْحَمْدِ لِلَٰيْكَ وَالْحَمْدِ لِلَٰيْكَ وَالْحَمْدِ لِلَٰيْكَ